مرحبا مواليد برش السرطان كيف بدي يكون اسبوع من التانين 11 للاحد 17 ادار مارس عنا تأثيرات مهمة وحلوة جدا جدا لالكم بهذا الاسبوع طبعا من الشمس الموجودة بعدها ببرش الحوت باخر ايامها وايضا زحل والنبتون كمانا موجودين برش الحوت والخبر الجيد جدا هو انه كوكب الزهرة رح ينضم ايضا لبرش الحوت ابتداء من يوم التانين هيدا اسبوع مهم عنده ايجابياته بشكل كتير كبير اخر الاسبوع يعني رح بيكون في عندكم فترة هدوء لحتى تستكينوا ترتاحوا وتكونوا مخلصين عمالكن قبل نهار الجمعة خلونا نشوف الاحوال الفلكية كيف بدا تكون البداية مع التانين والتالاتة مولي برش الحل السرطان قلتلكم انه انتو ما لازم تخافوا من شي ابدا ما لازم تخافوا من شي نجم كون قوي هذه الايام تانين والتالاتة الامر من برش الحمل يعني البيت العاشر صحيح بي مربع مع برش كون لكن موجود ببيت النجاح ببيت النجومية بيت الشهرة يلي شاطر ويلي ما بيخاف ويلي واسق من حاله وثقة بنفسه قوية يعني بيكون ابضاي تانين والتالاتة نجم كون معقولة يلمع بشكل هائل جدا اما يلي رايح خايف ونقزئن ومش مدبر حاله وما انه شاغل مضبوط على شغله يمكن يحس حاله تعبين تانين والتالاتة من المستحسن انه ما ترتكبوا اخطاء حتى ولو كانت تنقول العلامة اللي بتخدوها ناشحة على الحفة يعني بالكاد لا بأس بذلك بعض المسئوليات بتمروا بتنحطوا امام امر واقع ما تخافوا من شي خلوا البسمي عاوجكم كونوا واثقين من نفسكم الاربعة والخميس الامر ببرش صديق ببرش الثور رح بيساعدكن تنسوا الهم يلي مرأ عليكن تانين والتالاتة احتمال حتى انه تسمعوا خبر كتير حلو وكأنه في ظرف ما تغير لصالحكم يلي كان نعطر شي تانين والتالاتة وما زبط فيه احتمال انه الاربعة والخميس تيبرم الدولاب وتنجحوا بعملكن وايضا مش بس بعملكن حتى بنشاطاتكن الاجتماعية وغيرها اذا الاربعة والخميس هن مهمين وهن يلي ليسوا متخلصوا فيهم كل شغل الأسبوع ليش؟ لانه الجمعة والسبت الامر موجود ببرش الشوزاء هون يلي كنت عم بقلكن انا بالبداية انه تدخلوا بمرحلة هدوء ورواء فيه نوعا من ضرورة لحتى مولود برش السرطان يرتاح شوي معليش كل الابراج تمروا بهيك فترة وهي فترة حلوة للعائلة للشغل الهادي لتضبطوا البيت لتضبطوا شغلكم مكتبكن دراساتكن يعني كمانا لحتى تقوموا بأعمال بسيطة ما بدا شغل ما بدا تركيز وتنبسطوا مع عيالكن مع حبائكن ويلي مسافري رايح وجاي ينتبه لانه معقول يصير فيه شوية بلبلي الاحد سبعة عشر الامر ببرش الجوزاء بيضلوا حتى الساعة اتناعش الى التلت الظهر توقيت بيروت كمانا بعد الفترة ضعيفة وركيكة شوي ولكنها حلوة للاستراحة على اتناعش الى التلت الظهر الصبح يعني توقيت بيروت بيوصل الامر لبرشكون وهون بيتغير الجو من هادي ورايه الى عجقة وصخب ايجابي واحتخلات وحركة ونشاط وحماسة وبيبرم الدولاب رأسا على عقب لصالحكن تتغير الظروف بتصيروا جدا جدا اقوية نفسيا ومعنويا وكل شي بدكن بتحطوه براسكن بيصير ما تستسلموا افضل فترة واقوى فترة هي لما الامر يوصل لبرشنا كلكن رح بتكونوا محظوظين بهذا الاسبوع بشكل خاص ثلاثة اربعة خمسة عشرين وواحد عشرين تموز يوليو لكن الجميع محظوظ تابعوني مع الابراج اليومية للمزيد من التفاصيل باي باي